عاني بموقعي بالوطنية ما أعرف فوجئت بل أعرف أن هناك مرشح آخر بالتفقين علي عاني والأخ دكتور عياد علاو هل ستقدمون الآخر له نفسه؟ لا هو النتيجة لازم يصير اتفاق بين كتلة الأصلاح كلها على مرشح واحد نفسه يبقى أو نختار اسم آخر بس المفروض يصير اتفاق بين كتلة الأصلاح حتى الموضوع يمشي بالبرلمان أما عاني أقدم اسم من يمي والآخر الميدرون لا تأجي حال هذا إرباك مقصود؟ لا ما أعتقد مقصود ما مقصود ما مقصود يصير أخطاع بالعمل السياسي بس أنا أيضا أخطأت أنا ما كنت أعرف أن الوطنية أو الأخ ياد علاو مرشح هذا الرجل اللي هو الأخ الكريم فيصل الجربة وهو ابن عائلة كريمة وشخصية محترمة ولدي علاقات طيبة مع عائلته وعشيرته لكن ما كنت أعرف فيعني بالنتيجة إحنا موقعين على أسماء عديدة يعني أنا قلت لك مرشح عشر أسماء سابقة مرشح عشر أسماء في الوقت اللي كان الأخ ياد علاو غير موجود داخل العراق تلاهب فمرشح عشر أسماء وضمن هذه الأسماء ما موجود الأخ فيصل الجربة الآن أنا يعني من جابولي اسم آخر ويعني وقعت على ترشيحها بصراح وقعت وإذا أقول لك أنا أخطأت في هذا الجانب أخطأت لي أنه ما كانت عنده الأوليات كان المفروض يصير تشاور من المقدم هذا ليش ذاك شنو بالنتيجة وقعت بعد ما وقعت عرفت أنه هذا برشح البناء شوف الاعتراف بالخطأ فروسية لا أنا أقول لك لا فروسية أنا أحب هذا المنطق إنه الإنسان ما يقول أنا أخطأت حتى هذه رجولة بس يبدو لي أنه إحنا الآن حتى في هذه المرحلة السياسية لا نظل تحت هذا العوام كل سجارنا على اعتراف على خطأ لا أنا أنا أروح لأ أنا أماردة وسع خلافات الناس بالعاكس لا بالعاكس ترى أكو خلافات أقول لك بيني وبين عيد علاوي إحنا أخوة أصدقاء لا أكيد أكو تاريخ واشتراك أكو كذا ما أقول لأ يعني نوقف عن الشغلة من هذا المنطق بالتأكيد لأنه تنتظركم مهام كثيرة بهذه وهالمرة لهم متلوع من عيوني ترى خاف تقولون ما قلتوه ترجمة نانسي قنقر